النبي صلى الله عليه وآله سلم تقول عائشة حينما سئلت كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوب ويرقع الدلو ويخصف نعله ويحلب شاته فإذا سمع المؤذن خرج صلى الله عليه وآله سلم ولذلك بالنسبة للمبادرة إلى صلاة الجماعة لا شك بأنها علامة على تعلق القلب المساجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد قلبه معلق بالمساجد والذي قلبه معلق بالمساجد ما يمكن أبدا أن نتأخر على صلاة الجماعة وإنما يبادر ويسارع ويحرص على أن يكون من أصحاب الصفحة الأولى بل يحرص على أن لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد هكذا الذي فعلا قلبه معلق بالمساجد ويرجو أن يكون من هؤلاء السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله و النبي صلى الله عليه وآله سلم قال ذكر بأن الرجل إذا انتظر الصلاة بعد الصلاة قال فانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط بمعنى أن الإنسان يطلق عليه مرابط في سبيل الله إذا فعلا انتظر الصلاة بعد الصلاة و دائما الذي هاجسه المقلق و شغله الشاغل هو الصلاة سيهتم للوقت و سيبادر إليها حتى صح عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال لا يزال أقوام يتأخرون يعني عن الصفوف الأولى و عن الصلاة الجماعة حتى يؤخرهم الله في النار نسأل الله العافية و السلام فالإنسان سبحان الله هذه بالتجربة و الملاحظة تشوف بعض الناس الآن إذا يجي الصلاة متأخر يأتي الصلاة متأخر تجده في المرة الأولى يدرك تكبيرة الإحرام مثلا المرة الثانية يبدأ يأتي في الركعة ما يدرك تكبيرة الإحرام و هكذا حتى يتأخر سبحان الله ثم تهون عليه صلاة الجماعة أبدا لاحظوا هذا في الناس سبحان الله العظيم ما كان عنده حرص على صلاة الجماعة و ما كان عنده حرص على التبكير إلى الصلاة و دائما يقول يعني ها بعد خمس دقائق ما أقاموا ما سمعنا الإقامة سبحان الله العظيم مع مرور الوقت أبدا يصبح من المتخلفين و يخشى أن يكون قد نال صفات المنافقين و الله جل وعلا يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس و لا يذكرون الله إلا قليل نسأل الله العافية و السلامة فهل يرضى المؤمن أن يتصب بصفات المنافقين هل يرضى المؤمن أن يضيع هذا الفرض من الدين هل يرضى المؤمن أن يذهب عليه هذا الأجر و يهدر من هذه الحسنات و هذه القربات التي تقرب بها إلى الله عز وجل و لذلك الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يحرص على صلاة الجماعة فهذا الأخ الفاضل بارك الله فيه حريص على الصلاة لكن مشكلته التأخر أنا أحذره من أن هذا التأخر سيقوده إلى التخلف التخلف عن صلاة الجماعة و ربما قاده ذلك إلى تضيع الوقت و هذه سبحان الله موجودة في من تهاون في الصلاة للأسف الشديد الآن يعني يوجد ميزان الصلاة خف عند أغلب الناس ميزان الصلاة خف عند أغلب الناس و إذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى المساجد شوف لاحظ صلاة الفجر يعني جماعة المسجد أقل يمكن ربع من يحضر صلاة العشة و صلاة المغرب في صلاة الفجر الأمر الآخر إذا سلم الإمام التفت و شوف الصفوف الخلفية اللي يقضون الصلاة كثير من الناس الآن يعتمد على إقامة المؤذن إذا أقام المؤذن ذهب إلى المسجد و فوت على نفسه أجر كبير و إذا رأيته تجد في غير عمل هو جالس يتفرد جالس هكذا مثلا في له و يترك صلاة المبادرة إلى صلاة الجماعة و بعض الناس الآن صلاة الجماعة هي مجرد قضاء وقت سامحوني أقول هذا الكلام بدليل أن بعض الناس الآن شوف أغلب الآن الجماعة متى تكثر في المغرب و العشة و السبب في أسباب طبعا الناس في وظائف و كذا لكن من الأسباب أن بعض الناس الآن ما عنده شيء المغرب و العشة في وقت فراغ خن تمشي للمسجد ها تمشي للمسجد يقضي وقت في المسجد ما عندهم ذاك الحرص ما عنده ذاك الهم لقضية صلاة الجماعة و إذا طرأ طار عليه ما همه يترك صلاة الجماعة يقول أصلي في البيت ما همه يمكن على شيء تافه ما يسوى شيء يترك صلاة الجماعة لأجله هذا ما يصله صلاة الجماعة يجب أن تكون هم المسلم المقلق و شغل المسلم الشاغل و يعتبرها من أهم المهمات هذا الذي فعلا يقيم الصلاة حق الإقامة يقيم الصلاة حق الإقامة يحسب للصلاة و يحسب متى يروح للصلاة و يبادر إلى المسجد الآن كم لمن بادر إلى صلاة الجماعة من الأجر و الثواب و كم هذا الذي جارس في بيته يضيع صلاة الجماعة ينتظر متى تقام الصلاة إذا كان والله الإنسان عنده عذر عنده مشاكل صحية عنده مشاكل معينة مثلا تمنع من الذهاب المبكر هذا معذور لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس و ما العذر قال خوف أو مرض يعني فيه استثناءات لكن شخص يسمع الندى و لا يجيب هذا على خطر أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا ترجمة نانسي قنقر